سيدني سيدنا قال برضو قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفلي طينا وطلع بالطين عيني الأعمى يمكن هنا القديس يحنى زهبيل فم بيقول إن سألت لما لم يستعمل السيدة المسيح ماء في الطين بل استخدام لعابهم أجبتك لكي لا ينسب الشفاء أو لا ينسب الشفاء إلى الينبوع بل لكي تعرف أن القوة الظاهرة من فمه هي التي أبدعت عيني الأعمى وفتحتها يعني البصاق مع التراب وكون الطينة طينة تفتح العين بس قاله روح اغتسل في بركة سلوام علشان يشير للمعمودية بقى هنا دي إشارة للمعمودية وإشارة للإستنارة اللي بتديها المعمودية لكن الأمور كلها في القوة كانت في البصاق اللي مع التراب عمل طينة طل بها عيني المولود أعمى فخلق له عينان وبإيده فهنا دي معجزة خلق مش مش تفتح عينين ده خلق عينين بس هما بيقولوا كان أعمى والآن مفتح أو له عينين يعني فهو كان قافل عينيه بس هنفيش عينين أصلا أيها تجويب دوات فاضي يعني آه أو في حاجات كده يعني خلايا ميتة يعني فسيد المسيح خلق له عينان كاملتان يرى بهم كل شيء شكرا